كل شيء علم العلوم الطبية لأن التمريض مرتبط ارتباط مباشر بصحة الإنسان ودور ممرضة ما يقل أبدا عن دور الطبيب في المستشفى أنا قلت الصراحة مهنة التمريض مهنة صعبة بس مو صعبة بموادها لكنها تحتاج إلى الرحمة والأخلاص والنزاهة أعرفت على زميلتي ندى بروح عن أذنك عندي محاضرة مع السلامة شكرا دراسة التمريض في كلية العلوم الصحية تحتوي على خمس مستويات دراسية مختلفة ومدة الدراسة سنتين ونص كل مستوى لا مواد خاصة سواء على المستوى العملي أو النظري أقسم بالله العظيم وأنا أخطو أول خطوة في ممارسة مهنة التمريض أن أتحلى بالأمانة والإخلاص في عملي وأن أتمسك محييد بالشرف والأخلاق الحميدة وأن أقضي حياتي طاهرة نقية وأن أصون أسرار الناس التي قد أطلع عليها أثناء ممارستي لمهنتي من أمور شخصية وعائلية وأن أعمل ما في وسعي لرفع مستوى المهنة وبالإخلاص أعاون الطبيب في عمله لرعاية المريض وكل من يعهد إلي برعايته صحيا ونفسيا واجتماعيا وأن أسوي في رعاية بين جميع الناس وعلي أن أتذكر دائماً أن الله يراني ويراقب تصرفاتي فإن غفلت عين العبد فعين الله ساهرة والله على ما أقول شهيد زائد أن كل مادة لها التدريب العملي سواء بالمختبرات العملية بالكلية أو التطبيق الميداني بالمستشفيات يعني الطالبة لما تخرج بالكلية تكون إدرست كل شيء عن التمريض ابتداء من قياس درجة الحرارة والضغط الدم إلى المستويات المتطورة مثل الباطنة، الجراحة، العناية التمريضية بالحوامل والأطفال والبالغين وصحة المجتمع إن الحياة مسؤولية وجد واجتهاد وليس هناك من راحة بال إلا بتحمل مسؤولية وتأديتها بجد وأمانة وإتقان ولا أشك في أن كنا جميعاً تنشدنا العمل الصادق وضعات نصب أعين كنا واجب كنا ناحية المريض وما يتطلبه من رحمة وإخلاص وشفقة وما تتطلبه مهنة كنا من تعاون وعمل متقن فلا تجزعنا ولا تنفرنا من العمل وعلمنا أن اجتياز الفترة الأولى من تجربة الحياة العملية تتطلب التأني والصبر والإطلاع وسعة الصدر والخوضة في أمور العمل على أسس صحيحة وهذا يكفل لكنا مجالاً علمياً وعملياً ومكانة مرموقة من شأنها الرقي بمهنتنا السامية ورفع مستوى العناية بالمريض وبالتالي الحصول على مستوى صحي راق يتناسب واهتمامات وإمكانات الدولة المالية والمعنوية والحضرية شيخة عيسى المثن خليني أعطيت تعريف دقيق للصيدلة الصيدلة علم وفن لمعالجة أمور الأدوية والعقاقير والمستحضرات الصيدلية والحاجة بالكويت كبيرة جداً للكوادر الفنية المدربة في مجال الصيدلة مثل تحضير الأدوية والتصنيع الدوائي والرقابة الدوائية بالكلية الطالب يأخذ كل المفاهيم الأساسية والضرورية في مجالات علوم الحياة ووظائف الأعضاء علشان يعرف أثار الأدوية على الجسم العلوم الطبيعية من المقررات الأساسية في جميع الشعب الدراسية بالكلية فبجانب الدراسة النظرية هناك الدراسة العملية التي تتمثل في المختبرات التي تخدم مناهج الكيمياء المختلفة كالكمياء الصحية والعضوية والحيوية وكذلك البيولوجي والمايكروبولوجي وعلم النبات وهذه المختبرات معدة بأحدث الوسائل والتقنيات هذا الفأر يبدو أقل نشاطاً من بقية زملائه وبعد الفحص والتشخيص والاختبار تقرر أن يعطى حقنا إنه يبدو أكثر نشاطاً كيف حالك الآن؟ تريد حقنة أخرى؟ لا، هذا يكفي يوجد الآن أكثر من ثمانية آلاف دواء يلازمها التغيير والتطوير بصورة مستمرة بذلك يمثل التدريب الميداني الجانب التطبيقي لربط الدراسة النظرية والعملية بالكلية بالسوق الدوائي في مواقع العمل سواء في المستشفيات والمراكز الصحية أو مصانع الأدوية والمستودعات الطبية المركزية خلال كورس كامل نزور المستودعات الطبية للتعرف على طرق تخزين الأدوية وأنواعها وطرف صرفها للمراكز الطبية المختلفة في الكويت المنهج ممتع وجميل يقضي فيه الطالب أربع فصول دراسية خلال عامين يتخرج بعدها حاصل على شهادة دبلوم فني الصيدلة عشان يعمل في المستشفيات والمراكز الصحية ومصانع الأدوية والمستودعات الطبية ومركز الطب الإسلامي أو أي مجال فصيدلة يختار الخريج القرار النهائي لا يأتي إلا بعد الاقتناع المطلق نحن نترك لهذه الفتاة حرية القرار بعد زيارتها لآخر الأقسام من حيث التسلسل وأحدثها من حيث الإنشاء وهو قسم صحة الفم والأسنان طبيعة دراستنا في كلية الإلوم الصحية تكون دراسة لمدة سنتين تخرج الطالب فيها تحاملة شهادة دبلوم ودراسة في قسمنا قسم صحة فم والأسنان تكون على نظام سنوي وليس نظام كورسات لمدة سنتين وطبيعة العمل تكون طبيعة عملها تكون إرشادية وقائية وعلاجية الإرشادية والوقائية ممكنها خلال تروح المدارس إرشاد طلبة المدارس تعليمهم طريقة تفريش الأسنان كافية الوقاية من التسوس ومن الترسبات الجيرية التي تكون على الأسنان وعلاجية في العيادات عيادتنا في المستشفى إزالة أيضا الترسبات الجيرية وتنظيف وتلميع الأسنان بعد الحشوات يكون أخذ الأشعة للمريض كثير من الناس يعتقدون أننا خرجين كلية العلوم الصحية أننا مساعدات ولسنا كفنيين كفنيات عملنا جدا ممتع وليس كما يعتقد كثير من الناس بأنه فني الأسنان فقط أنه يحمل العدة يعطي حق الطبيب الأسنان ويطلب منه بالعكس إحنا لما نشتغل وتخرج رح يكلنا غرفة بروحنا معانا المساعدة وهي اللي تساعدنا في ناولنا المعدات في قسمنا صحة فم وأسنان تتخرج الطالبة حاملة شهادة دبلوم فنية أسنان وليست كمساعدة وطبيعة الأمل رح تكون جدا ممتعة إذا كانت حابة عملها رح تكون جدا ممتعة لها على قائمة المشاريع المعدة لتطوير قسم صحة الفم والأسنان افتتاح مركز الخدمات العلاجية للطالبات والمرضى من داخلي ومن خارج الكلية وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الصحة هذه المكتبة تحتوي عشرة آلاف كتاب باللغة العربية وباللغة الإنجليزية وهذه الكتب مصنفة بأكثر من نظام مثلاً هناك نظام ديوي وأيضاً نظام المكتبة القومية الأمريكية وذلك لتحقيق الوصول للمعلومة بسهولة ويسر موسيقى موسيقى المترجم للقناة 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 المترجم للقناة